أنه بشهر سبتمبر عدد كتير كبير من الأولاد بيرجعوا لمدرسهم اليوم حب دكتور بلال إبراهيم أنه يعطي بعض النصائح للأهل فقلينا نشوف النصيحة الأولى شو كانت اليوم موضوعنا موضوع مهم كتير لأنه للأجيال موضوع الأجيال هي أطفال لما بالعمر سنتين لحد ست سنين قبل ما يفوتوا على سكول على المدرسة هؤلاء الأولاد لازم ينفحصوا كل سنة مشان ما يكون فيه أشكالات بقلب عيونهم ومشان ما يكون فيه أي تضاعفات ومضاعفات لألهم هني فننصح الأولاد اللي يكونوا فعلا عينيهم مزبوطين لأنه الأولاد من عمر سنتين لست سنين بتعلم الولد العين تتعلم تشوف والبراين العقل بياخد هالمعلومات وبيعمل له شيء اسمه إيداع وبيعمل له كمان منظر فأهم شيء أهم شيء اللي يكون المريد أو ما إنه مريد الطفل يعالج عند الطبيب يكون فيه استمرارية بالعلاج ويكون يتبعوا إرشادات الطبيب لأنه إذا ما اتبعنا إرشادات الطبيب وما رحنا عند حكيم العيون عبكير ما بينكشف إذا عنده المريد كسل بقلب عينه مش ضروري يكون واحد كتير يعني يحول كتير عينه اللي يكون عنده شيء اسمه بيكون حولي صغير كتير بتأثر على العين الثاني بتشتغل عين وحدي فبنصح الأهل أهم شيء يروحوا بعد السنتين لأنه هايدي مجال من سنتين لست سنين بتقدر تغير كتير إشياء بعد ست سنين بتصير أصعب وأصعب بعد العشرة سنين بتصير صعب كتير تغير أما بالنسبة للنصيحة التانية يلي بتختص بالأطفال يلي كتير بيحبوا يعركوا عيونهم فأكيد دكتور بلال إبراهيم حبي يسلط الدوء على هيدا الأمر لولاد اللي بيعركوا عيونهم كتير لازم توقفهم مع العركين لأن العركين العيون بيعمل كيراتوكونوس بيعمل انحراف الكورنية بيعمل أستيجماتيزم وإذا كان الأطفال عندهم حساسية وانطقت العينين أكيد دكتور بلال إبراهيم عنده الحل لما يكون عنده واحد حساسية ما يعرك عيونه دايما يغسل عيونه بمي دايما يكون على مراجعة مع الطبيب اللي عم بيعالجوه وكان إن اللي فات إنه دكتور بلال إبراهيم حبي يخبرنا إنه من المفترد إنه الأطفال يكون عندهم أوقات لرياحة النظر الأطفال أهم شي للأطفال كمان إنه يكون عندهم شي اسمه رياحة من النظر يعني إذا مريض عنده كتير مينس ولد صغير فلازم يريح عينيه والمريض اللي عنده بلص دين زريح عينيه تريحة العين عشان هيك بقوله مد عينك مد عينك هاي دي قصة مد عينك لأنه تطلع عن بعيد بتريح عينيك بتريح العضلات العين هني الصغار هو العضلات بيحركوا العدسة من جوه لبرا هاي دي العدسة اللي هي البوبو محنا بقوله البوبو هاي دي هي عدسة وبقلبها مصلز بقلبها عضلات صغيرة كتير شعيرات اسمه سليارس مصل هو اللي سليارس مصل بيقربوا العدسة وبيغيروها تصوروا مثل كأنه كاميرا وعندك عدسة قدام الكاميرا بتغير العدسة بتقرب زوم in زوم out بتعمل هذه الأشياء فهذا الموضوع كتير مهم أنه الأهل يتبقوا ويخدوا بعين الاعتبار ولفت أن ينتبهنا موضوع كتير مهم أنه حبي يخبرنا أنه ذا الطفل كان عنده مي بيضاء وأزيلت هيدا الأمر ممكن يزيد من نسبة الذكاء عنده الإشياء الثانية يلي هي بتأثر على الطفل عن نموض الطفل إذا الطفل عنده كتيرك مثلا ما بيتعلم مظبوط تبين عنا المريض اللي عنده الماء البيضاء هي كتيرك اللي عنده ماء بيضاء وشلناها بيقوى مركز الزكاة عنده عند الختيرية كمان مثلا اللي عنده ماء بيضاء بس شلوا إياها بيروح الديبريشن عنده بيروح اليأس والكذا مع أنه هون يعني اليأس بيجي من عدة أطراف بس منهم وحدة هي هيدا الماء البيضاء وسترسل الدكتور بحديثه معنا وحاب يرجع يضطرق لموضوع الماء البيضاء فبرأيكم شو قالنا عنا الماء البيضاء هي العدسة اللي هي مثل بالون معبى ماء مع تقدم العمر بيصير أبيض لما يصير أبيض بيصير مثل تلج فبطل نشوف واحد منه نحن بنجرأ عملية العملية بتكون بتقص العدسة العدسة مثل كأنه عم تفتح علبة الطون بتشيل الطونات منها هيدي بتشيل الأبيض منه بتحط عدسة هي بتكون انت مأيسها قبل هاي العدسة بتحطها بقلب العين فهيدي هول النتائج تقيت هاي العدسة فيه أنواع من العدسات فيه أنواع من من العمليات اللي بيقيمة الواحد فيها بيقدر يختصر الإشي هايدي وما يعود عنده عمينات أبداً لأنه فيه عدسات للبعيد والقريب وفيه عدسات كمان للقريب بس وفيه عدسات للبعيد فمعظم الناس بيعتقد أنا بيحبوا ما يلبسوا عمينات أنا لا يلبس عمينات لأنه ما عندي كتراكت وما عندي أي شيء غير يعني غير أنه بده عملية وبالختم حب دكتور بلال إبراهيم أنه يضطر لموضوع النظارات الطبية ومش عايبي لولاد الصغار يلبسوا عمينات لأنه العمينات لولاد الصغار كله عمينات بشير يبكر كذا ومنا مرض العمينات منا مرض نحنا بيعتقد بالألف وتسعمائية وكذا ما كان حالي يلبس عمينات بلش تنزاد ويلبس عميناتات هول النظارات هني منه مشكلة المشكلة إنه والنظارات ما بيصلحوا النظر بيصلحوا الرؤية النظر ما بيطلح بالنظارات لو ألبس النظارات مئة سنة ألبستها سنة ما بيغير هذي مهمة